سادت حالة من الفوضى حركة نقل الركاب في ساو باولو قبرى مدن البرازيل وذلك لليوم الثاني على التوالي اذ اصاب اضراب لعمال قطار الانفاق واحتجاج بسبب اوضاع الاسكان شوارع ساو باولو بالشلل مع تبقي اقل من اسبوع على المباراة الافتتاحية في نهائية كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها المدينة واستخدمت الشرطة الغازة المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة تمنع الدخول الى احدى محطات قطار الانفاق لكن ثلث المحطات في المدينة كانت مغلقة وادى توقف حرقة المرور لمسافة تزيد على 200 كم الى اختناقات في شوارع المدينة وسجل الادراب بالفعل رقما قياسيا يوم الخميس بالنسبة لشلل حرقة المرور الصباحية في المدينة هذا العام والنتيجة لهذا تعطل عدد من المسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم لأكثر من ساعتين في الطرق بعد وصولهم لحضور مؤتمر صحفي قبل البطولة وأوصى منظم كأس العالم مشجع قرة القدم باستخدام وسائل النقل العام للوصول الى الاستادات في 12 مدينة في البرازيل تستضيف المباريات لكن لم يتم تنفيذ سوى قدر ضئيل من مشروعات النقل التي وعدت البرازيل بتنفيذها من اجل البطولة والجمال برايتارز